بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين أما بعد مرحبا بكم تنميلي العزاء في أول درس من سيسر الدروس مادة أرياضيات للسنة الثانية والتعليم الثانوية لغات أجنبية تسير ارتصاد وأداب وفلسطة وقبل أن نصحب بداية هذا الفيديو لا تبقوا علينا من إشراك معنا في الفناة لسلكم كل جديد منا من دروس وتمارين وأيضا مراجعات للفروض والامتحانات ونبدأ أولى براءة الله إذن لدينا الدرس الأول وهو نسبة الجزء من الكل في المحمر الأول النسب المئوية والمؤشرات إذن لدينا تعريف مصير لتكون أ المجموعة المرجعية ذات أن عنصرا يعني عندنا المجموعة الخلية نسموها أ أ تحتوي على عدة عماسر هذه العماسر نسميها بالحرف أن أيضا وأ جزء من المجموعة أ يعني المجموعة الخلية نأخذ منها جزء سميناه أ أ يحتوي أيضا على أ عنصر النسبة المئوية للجزء أ يعني الجزء المقوذ من المجموعة الخلية النسبة المئوية هي المقدار X حيث X يساوي عدد عناصر المجموعة الجزئية تقسيم عدد عناصر المجموعة الخلية ضرب 100 بشكل مصير جدا لدينا هنا المثال يتكمل قسم من 34 تلميذ إن تقرأ منهم 28 تلميذ إلى السنة النهائية السؤال أحسب النسبة أو أحسب نسبة النجاح نجاح على القسم بشكل مصير جدا أول خطوة أقوم بها في المحاولات يعني المجموعة الخلية ما هي المجموعة الخلية سموها أ هنا يتكون باسم من؟ 34 تلميذ يعني المجموعة الخلية هي 34 تلميذ هذه أول خطوة ثاني خطوة إن تقرأ منهم 28 تلميذ إلى السنة النهائية يعني هزينا جزء من المجموعة الخلية التي هي 34 كين منهم 28 تلميذ ينتقلوا إلى السنة النهائية إذن أ المجموعة الجزئية هي 28 تلميذ بشكل بسيط جدا نطبق مباشرة القنون النسبة المئوية لنجاح على القسم هي نسبة عدد التلميذ الذين انتقلوا إلى السنة النهائية ماذا هنا؟ إكس ماذا يشاري؟ مباشرة عدد عناصر المجموعة الجزئية هنا عدد عناصر المجموعة الجزئية هو 28 تلميذ تقسيم عدد عناصر المجموعة الكولية وهو 34 تلميذ هكذا ضرب 100 نقوم بحساب الناتج نتحصل على 82.35 بالمئة إذن نسبة نجاح على القسم هي 82.35 بالمئة كما قلنا هذا هو التعليف يعني نأخذ المجموعة الكلية ونحدد عدد عناصرها ثم المجموعة الجزئية ونحدد عدد عناصر هذه المجموعة الجزئية ثم نقوم بتطبيق القنون مباشرة والنسبة المئوية للجزئت تساوي عدد عناصر هذا الجزئ تقسيم عدد عناصر المجموعة الكولية ضرب مئة دهنا هنا التمريد لتطبيق الصورة أكثر تحتوي ثنوية محمد العربي بعليل على 800 تنميذ منهم 300 ذكرن يعني ثنوية محمد العربي بعليل تحتوي على 800 تنميذ يعني المجموعة الكلية هي 800 تنميذ منهم 300 ذكرن من المجموعة الكلية خرجنا مجموعة جزئية اللي هي ثلاثة مئة ذكر السؤال أحسب النسبة المئوية للذكر السؤال الثاني أحسب النسبة المئوية للإناث أولا كما قلنا المجموعة الكلية ما هي هي ثلاثة تلمية المجموعة الجزدية ما هي هي ثلاثة مئة ذكر السؤال ماذا يقول حساب حساب النسبة المئوية للذكر مباشرة نقوم بتطبيق القانون كما قلنا X ماذا يسري يسري عدد عناصر هذه المجموعة الجزدية ما هي المجموعة الجزدية هي ثلاثة مئة تلميذ أو ذكر كما قلنا هنا منهم ثلاثة مئة ذكر هذه هي المجموعة الجزدية إذن بشكل بسيط ثلاثة مئة تقسيم عدد عناصر المجموعة الكلية عدد عناصر المجموعة الكلية هي تحتوي ثلاثة على ثمانة مئة تلمية ضرب مئة ماذا يساوي بشكل بسيط جدا هنا لدينا ثلاثة تقسيم ثمانية في مئة تساوي 37.5% هذه هي كيفية فساد النسبة المئوية لجزد من الكل يعني الجزد من المجموعة الكلية هذا بما يخص السؤال الأول إذن إذن النسبة 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 المئوية للذكر في الثانوية ثانوية هي 37.5% نأتي إلى السؤال الثاني حساب هنا واحد هنا اثنان حساب النسبة المئوية للإناز نقطتان هنا لدينا طريقتان الطريقة الأولى طريقة أولى ولدينا طريقة الثانية لدينا طريقتان الطريقة الأولى وهي السابق نحن نبقى بحساب نسبة الظكور في المؤسسة ككل نسبة الظكور وجدناها 37.5% النسبة الكلية ما هي بشكل بصير جدا هي 100% ناقص نسبة الظكور 37.5% ماذا يسير بشكل بصير جدا 62.5% إذن هذه أول خطوة والسهلة جدا الخطوة الثانية أو الطريقة الثانية نقوم بحساب عدد الإناث لدينا 800 في المؤسسة نقوم بترح 300 ذكر لنتحصل على عدد الإناث هو 500 بشكل وسيء جدا نطبق مباشرة الطانون X ماذا يساوي يعني النسبة المئوية للإناث تساوي لدينا المجموعة أو عدد النعناص المجموعة الجزئية وهو عدد الإناث 500 على عدد التنميث الإجمالي وهو 800 ضرب 100 لنتحصل في الأخير على 62.5% هذه بريقتين يمكن حساب النسبة المئوية للإناث وقد كان هذا درسنا لهذا اليوم وهو نسبة الجزء من الكل يعني مجموعة كلية نأخذ منها مجموعات جزئية لنقوم بحساب النسبة المئوية لهذا الجزء وهي بتطبيق القانون مباشرة وهو عدد عناصر هذا الجزء تقسين عدد عناصر المجموعة الكلية ضرب مئة لنتحصل مباشرة على النسبة المئوية أتمنى أن أكون قبقاتكم بالقدر المستطاع تلمذي الأعزاء لمن أعجبه الفيديو لا ينقل علينا باللايك ولمن لديه أي سؤال أو أي استشار فقط اختبه لي في التعليقات وسوف أجبه بإذن الله تعالى دمتم في رعاية الله الحفظ نلتقي في درس آخر بإذن الله تعالى